سباق حاسم تتجلى ملامحه على الأرض هدفه حسم مصير إدلب عسكريا وستراتيجيا أما المتسابقان الرئيسيان فهما قوات النظام السوري وحليفها الرئيسي القوات الروسية وميليشيات إيران من جهة وفصائل المعارضة المسلحة في المحافظة من جهة أخرى النظام من جهته بدأ بالتمهيد الجوي والمدفعي لعملية وشيكة من عدة محاور تستهدف إطباق الحصار على مناطق المعارضة قبل الزحف عليها أما فصائل المعارضة المجتشرذمة فبدأت السعية لتوحيد صفوفها في إطار كيان جديد أطلقت عليه اسم الجيش الوطني وذلك للتصدي لما يخطط له النظام أمام هذا الوضع القابل للاشتعال على نحو كبير جدا تثار تساؤلات بشأن مصير جبهة النصرة وجدوى الخطوات التي تقوم بها فصائل إدلب وتبعات ما سيحصل النظام السوري يحشد قواته قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي تمهيد لمعركة حاسمة في المحافظة تحركات عسكرية تقابلها أخرى دبلوماسية لتجنيب المدينة وإلات المعركة المرتقبة حراك يقوده وزير الخارجية الروسي سيركي لافروف الذي سيبحث في أنقرة ملف إدلب وعقدة جبهة النصرة التي تقول موسكو إن حل التنظيم وتسليم سلاحه هو السبيل الوحيد لتجنيب المحافظة عملية عسكرية الشرط الروسي وضع تركيا في مأزق كبير فجبهة النصرة رفضت مطالب موسكو وهددت بالتصدي لكل ما يقترب من سلاحها وعلى هذا قد تجد تركيا نفسها إما بمواجهة مع جبهة النصرة أو أن تترك إدلب لمصيرها مع النظام السوري ولكن لأنقر نقاط مراقبة عسكرية في إدلب بموجب اتفاق خفض التصعيد مع روسيا وإيران وهو الأمر الذي يجعل النظام يعيد حساباته قبل اتخاذه قرار الهجوم على إدلب من جهة أخرى ليس سهلا على أنقرة التخلي عن إدلب وباقي المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل السورية الموالية لها في إطار عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون تركيا والفصائل المسلحة وبموازات الجهود الدبلوماسية تعمل على توحيد الفصائل تحت لواء ما يسمى بالجيش الوطني جيش يواجه مخاضا عصيرا نظر للتباينات الفئوية والإديولوجية بينها وتنحصر مهمة هذه القوى العسكرية على أن تكون حجر عثرة أمام سعي النظام بدعم روسي للسيطرة على محافظة إدلب معنا الآن من أسطنبول القيادي في الجيش السوري الحر أيمن العاسمي ومعنا من القاهرة أستاذ القانون الدولي وعضو تيار الغد السوري الدكتور محمد شاكر مرحبا بضيفي أستاذ أيمن مساء الخير دعني أبدأ معك أولا تحدثنا وياك قبل أيام قليلة عن سيناريو إدلب المتوقع وما زلنا نتحدث يعني هناك صحيح عمليات عسكرية يقوم بها النظام وحلفاء ربما تمهيدا لعملية أوسع نطاقا ولكن هل ما زال سيناريو العملية الكبيرة واردا من وجهة نظرك مساء الخير لك ولمشاهديك ولضيفي الكريم سيدة حقيقة في هذه الحلقة يبدو أن وضعت يدكم على الجرح وما هو الذي يؤلم النظام دائما كان النظام أولويات في المناطق السورية عموما يعني مثلا في درعة كان يهمه الجغرافي والحدود والمعابر في دمشق إبعاد الفصائل عن التهديد داخل دمشق لكن ما الذي يهمه من إدلب هذه النقطة حقيقة ربما في هذه الحلقة تتضح كثير للمشاهد بشكل أوضح الجيش الوطني الذي ذكرته حضرتك الآن هو ما يخيف النظام لأنه حقيقة هناك توافق يبدو بين الفصائل كافة على أن تتجمع هذه الفصائل في تجمع كبير لأول مرة يحدث اسمه الجبهة الوطني للتحرير بلغ عدد هذه المجموعة من الكوادر والقيادات ما يعادل ثمانين ألف أو يزيد عن ذلك إذا ما حسبنا طبعا إذا لم نحسب المجموعات الموجودة في مناطق درع الفرات ومناطق التي جرت فيها عملي دغسن الزيتون لذلك ما يخيف النظام الآن في هذه المنطقة هو المؤسسة العسكرية الجديدة التي سوف تنشأ في هذه الأراضي وربما تكون هي المفاوض الأساسي للنظام في الحل النهائي لأن النظام حقيقة الآن أقصى الجميع يعني في الغوطة أقصى كل من كان موجود في الغوطة وفي الجنوب أيضا في درعة كان هناك ما يقارب يعني 22 ألف تقريبا مقاتل في الجبهة الجنوبية نضم عدد كبير منهم لا يقل عن أربع خمسة ألاف على أقل تقدير إلى الفيلق الخامس إذن هو حيد كل هذه المجموعات وبقيت المجموعة التي تشكل ضغط طبعا هذا الأمر حقيقة ساعد على تشكيل هذه المجموعة والدفع بها إلى الأمان وجعلها في بوتقة واحدة هو طبعا الجهود التركية إضافة إلى الإرادة يعني هذا ما يجب أن نقوله في البداية الإرادة لدى الفصائل والشعور في الخطر يعني النظام ينوي مسح هذه المؤسسة حتى لا يبقى منافس له بينما الفصائل تسعى إلى الإبقاء على وجودها حتى تستطيع أن تحقق في وجود الحل أعذرني على المقاطع عندما تتحدث أن ما يخيف النظام هو هذه المؤسسة العسكرية الجديدة وأن هذه الفصائل شعرت بالخطر يعني معلش هذه آخر منطقة متبقية بأيدي هذه الفصائل وآخر معركة ربما لماذا تشعر بالخطر الآن ولم تشعر به من قبل نعم حقيقة يعني هذا الأمر لا أقوله بفخر أننا اختلفنا كثيرا بين بعضنا لكن في النهاية يعني أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا لكن أنا أعتقد أنه نتحمل كثير أو يتحمل كثير من الفصائل جزء من المسؤولية التي حدثت وهي التشتت في الرأي وعدم الاتحاد لكن أيضا هناك لا تنسى التنازع الدولي والتجاذب الدولي داخل سوريا يعني الآن نتكلم نحن في الأخبار عن جنوب وشمال وكأننا نتكلم عن أراضي شاسع هي سوريا كلها مئة وخمسة مئة ألف كيلومتو مربع عندما تتكلم عن جنوب سوريا وشمال سوريا وكأنك تتكلم عن قارة حقيقة هذا الأمر ربما كان بسبب بعض التجاذبات الدولية وبعض الخلافات الدولية انعكست على الساحة يعني في السابق أنا أعرف أنه عندما كانت المعركة تجري على الأرض بيننا وبين النظام كنا نقول أن الخلاف في سوريا لكن بعد مضي أربع سنوات وأكثر من ذلك خمس سنوات أصبحنا نقول الخلاف المعركة على سوريا وليس في سوريا وهذا يلخص الجواب على سؤال حضرتك أنه لماذا تأخرنا هناك تأثيرات خارجية لكن الآن أعتقد أن التأثير الخارجي ربما بأدنى حالاته وأن أعتقد الآن هناك خمس مليون نسمة هؤلاء يجب أن تكون مسؤولية كبيرة على هذه الفصائل بأن تحميهم على الأقل أخي مهنة كلمة أخيرة أنت الآن تتحدث عن عشر مليون سوري داخل سوريا على أقل تقدير هناك خمس مليون في المناطق المحررة إذن أنت تتكلم الآن عن قسم مع النظام أو يسيط عليه النظام فوق الخمس مليون وأيضا خمس مليون في مناطق الشمال إذن نحن نتكلم الآن عن نصف سوريا مقابل نصف سوريا إذا جاز القول بهذا الشكل لكنه في النهاية الآن النظام هو بمواجهة كل السوريين الذين أتوا من درعة والغوطة وحنص وأدلب ودير الزور والرقة وهذه المناطق كلها طيب سأعود إليك بعد قليل أستاذ أيمن لأسألك عن هذه المؤسسة العسكرية التي أشرت إليها أنها مؤسسة قوية فيها كل هذه الفصائل ولكن أيضا هناك أسئلة عن مدى تجانس هذه الفصائل مدى توحد رؤيتها مدى توحدها من الناحية الأيدولوجية والعقائدية وأيضا مسألة جبهة النصرة التي تبقى يعني عقب كأداء اليوم في الشمال السوري دكتور محمد مساء الخير مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش ما رأيك هل بالفعل النظام يعني يخشى وجود مثل هذه المؤسسة العسكرية الجديدة التي أشار إليها الأستاذ أيمن وهل يمكن بالفعل أن تكون مفاوضا أساسيا للنظام في مرحلة لاحقة بداية مساء الخير أهلا بك أستاذ مهند وأهلا بالأخوة المشاهدين وبضيفك الكريم يعني أعتقد أنه مسألة تشكيل هذا الجسم الجيش الوطني والجبهة الوطنية هي مسألة يعني أعقد وأبعد من مسألة أنه تبدت الآن هي مسألة مرهونة لو عدنا منذ الأساس الذي انطلقت من أجله مناطق خفض التصعيد منذ أن اتخذ القرار وقف الحرب في سوريا عن طريق وتشكيل مناطق خفض التصعيد وتكليف تركيا وروسيا بالإشراف على عمليات خفض التصعيد وأيضا حتى نؤصل أكثر لماذا تأسست هذه الجبهة أيضا من شروط خفض التصعيد ومن شروط هذا الاتفاق أن يتأسس في كل منطقة مجلس عسكري موحد وتتأسس أيضا في كل منطقة إدارة مدنية أو إدارة محلية في إطار وهذه أيضا تأتي في إطار يعني وقف الحرب وإطلاق العملية السياسية التي تقوم على تجاوز مسألة سلة الحكم وبسلة السلة الدستورية التي تبدأ الآن وبسلة الانتخابات ومحاربة الإرهاب أضيف إلى أدلب أضيف إلى أدلب خلال الاتفاقيات الأولى التي جرت بين الدول الضامنة وبين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أضيف إلى أدلب مسألة عقدة هيئة تحرير الشام وهي جبهة النصرة أنا أستطيع أن أقول لك لا يوجد توافق وسأستعرض لك ما حصل في أدلب منذ شهر عندما أصبحت عندما أتخذ قرار بتأسيس هذه الجبهة قبل أن تعلن للإعلام رفضت جبهة النصرة الدخول ورفض جيش العزة أيضا ورفض الحزب التركستاني الدخول في هذه الجبهة ثم أصبحت ثم منذ أسبوعين عندما عقدت سوتي أو أستانة عشرة التي عقدت في سوتي جرت بعض المفاوضات حول مصير جبهة النصرة يبدو أن تركيا محرجة جدا أمام عقدة أدلب لأنها هي ضامنة أيضا أولا وثانيا هي لا تستطيع أن تتحمل ثلاثة مليون لاجئ لذلك جرى الاتفاق على إقناع هيئة تحرير الشام بالاندماج في هذا الجسم ووافقت هيئة تحرير الشام بعد أستانة عشرة ونقول لك هذا الكلام وافقت هيئة تحرير الشام بأن تندرج ولكن بأن تندرج في هذا الجسم لأنها أصبحت بصراحة أمام حالة لا محالة لأنه من شروط أيضا عمليات خفض التصعيد التي تم الاتفاق عليها دوليا أو تم الاتفاق عليها أيضا في القرار 2254 الذي امتثرت له الدول أيضا محاربة الإرهاب هي أصبحت أمام أمر واقع ولكن ما جرى وما استجد منذ أسبوع تقريبا أو منذ أسبوعين أو أقل أن النظام بدأ بإجراء مصالحات مدنية مع بعض الأشخاص مع الكثير من الجماعات داخل أدلب واستشعرت هيئة تحرير الشام ذلك واعتبرت ذلك انقلابا على الاتفاق الذي جرى بموجبه في سوتي فعادت من جديد يعني إلى خرق ما سمته الهدنة بل وعادت بأن يعني تهدد روسيا بتسيير طائراتها بدون طيار إلى قاعة تحميم وهذا هو أس أساس انهيار الاتفاق بالرغم من الخلافات دعني أقول لك بأنه حتى عندما أستاذ مهند عندما وافقت هيئة تحرير الشام على الاندماج في هذا الجسم الجديد الذي يسميه الجبهة الوطنية أو الجيش الوطني كان الحزب التركستاني وجيش العزة يرفضون الدخول وهم متواجدون أيضا في المناطق المتاخمة للساحل وهي أيضا تندرج ضمن فتح الممرات أيضا ضمن التساقيات خفض التصحيد لذلك تبدو المسألة يعني أعقد من تشكيل جيش وطني يستطيع أن يقوم بعملية عسكرية أو يستطيع أن يحرز هي مجموعة التفاهمات لن تتوصل حتى هذه اللحظة ولكن ما يبدو بأنها مسألة يعني تبدو أنها مسألة خطرة لا أعتقد بأن هناك عملية في أدلب تشبه عملية الغوطة وأيضا لا تشبه أيضا الجنوب ربما هناك عملية محدودة في النظام تكون في المناطق التي يتواجد بما أن هناك رغب لدى هيئة تحرير الشام بالاندماج بهذا الجسم في المناطق وواضح دكتور محمد خلينا نستفسر من الأستاذ أيمن عن مسألة موافقة هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة على الانضمام إلى الجبهة الوطنية أو الجيش الوطني يعني هل هناك بالفعل أستاذ أيمن لهذا الجسم الجديد وماذا عن مسألة تسليم سلاحها الثقيل وكل هذه الأمور حقيقة أنا أسمع وأستغرب يعني الدكتور الآن يتكلم عن أن النقاس جرى في سوتي عن النصرة وأن الهيئة وافقت على الدخول يعني حقيقة هذا أمر إذا أردنا أن ننقل معلومة الإعلام يجب أن تكون دقيقة حتى لا نظل للناس وحتى نقدم يعني شيء تسبيد منه الناس عادة يا سيدي الجبهة الوطنية للتحرير هي جبهة وطنية من اسمها تعني أنها تتعلق في السوريين فقط ولا أحد غير السوريين نحن في الجبهة الوطنية لدينا مشروع سياسي لسوريا كثير من الدول لها آراء في هذا المشروع وأيضا النظام أوكل هذا المشروع لإيران روسيا لديها مشروع يعني بمعنى إذا أردت أن تقود مشروع داخل بلد يجب أن تكون يعني وطنيا في الدرجة الأولى لذلك عندما نتكلم عن هيئة تحرير الشام والنصرة يا سيدي هناك كوادر في هيئة تحرير الشام إذا ابتعدوا عن هذه الهيئة يستطيعون أن ينضموا إلى أي فصيل من الفصائل الموجودة وهؤلاء سوريون لكن أنا أقول وبصراحة لا مكان للأخوة الأجان الموجودين لأن حقيقة هذه قضية قضية سورية نحن لسنا بصدد الصدام على العالم من أجل أحد ربما أتوا بدافع حمية معينهم أو بعضهم أتى بسبب مشاريع وهذه المشاريع مرفوضة حقيقة نحن لسنا بصدد إنشاء مشروع القاعدة في سوريا وهذا مرفوض بالمطلق لدى السوريين لذلك نحن لا نقبل أن يندمج أي فصيل يحمل فكر يعني مخالف لأهداف الثورة إلى هذه المجموعة لذلك الآن مش مخالف لأهداف الثورة أستاذ هذا تنظيم إرهابي حتى باعتراف المعارضة السورية كيف يمكن أن يندمج في جبهة وطنية جيش وطني أو شيء من هذا يعني ياب تتعامل مع الإرهاب ياب تتعامل مع الإرهاب واضح المسألة نعم لذلك أنا أخي مهند قلت أن هذا الكلام حقيقة مغلوط ولا يجوز أن نعممه ونقول أنه وافقت الهيئة وغيرها يا سيدي ما طرح أيضا في سوتي طرح الروس هذا الأمر قلنا لهم بالحرف الواحد هذا الأمر سوف نحله داخليا بين الفصائل وبين هذه المجموعات بمساعدة الدولة التركية لأنها ضامنة في هذه المنطقة ولديها 12 نقطة أيضا ربما تتعرض بأخطار من بعض الجهات المتطرفة أو المصنفة دولية متطرفة لذلك القضية هي قضية فصائلية مع القوة التركية الموجودة هذا ما تم الحديث عنه فقط لم يتم تداول هذا الحديث هي قضية داخلية ولن نسمح بأن تكون هذه القضية للتشاور حتى لا تكون ذريعة أنت تعرف الآن النظام في بادي السويداء قام بطرد داعش إلى بادية ريف دمشق يعني بمعنى أنه يقوم بنقل هذه المجموعة ثم كان لأخر حتى يستفيد منها لذلك لن ندعه يستفيد من هذه المشكلة الموجودة وسوف نقوم بحلها داخليا هذا ما نفكر فيه وأيضا أعود وأقول أن الجبهة الوطنية لديها مشروع سياسي سوري وربما ينبثق على هذا المشروع ربما واجهة سياسية تساعد على الحل أكثر وحقيقة أنا متفائل بهذا الأمر لأنه جميع السياسيين سواء كانوا أخوا في الائتلاف أو بلهيئة العليا أو بكل أديهم تفاهم بأنه يجب أن يكون القيادة عسكرية وهذه القيادة يجب أن تتوافق مع قيادة سياسية ربما يتم إدماج كل هذه المجموعات في بوتق واحدة لنحصل على جسم يستطيع أن يكون ندا لأنه حقيقة هذا الأمر يجب أن يعرفه كل السوريين الروس الآن في صدد إنشاء تفاوض حقيقي كل ما مضى هو عبارة عن مضيع الوقت الآن إذا استطعنا أن نثبت هذه المنطقة وأن لا يكون هناك قتال نستطيع أن نتفاهم مع الروس وليس مع النظام النظام حقيقة لا يملك من أمره شيء النظام من يملك أمره هم الإيرانيون الذين سيشعر العالم في المستقبل أن هذه الجبهة الوطنية هي التي ستحارب الإيرانيين في سوريا ولن يخرج إيران من سوريا إلا هذه الجبهة التي سيفوق عددها 100 أو 115 ألف بشكل دقيق بعد ضم المجموعات كاملة في سوريا إلى هذه المجموعة الرئيسية طيب دكتور محمد ما رأيك هل يمكن بالفعل أن يكون هذا التجمع أو هذا الإطار نوال لواجهة سياسية جديدة هل يمكن أن ينبثق عن هذا الجسم العسكري هو في نهاية مطاف خط سياسي يكون له دور واضح في أي مفاوضات في المستقبل بداية أشكر ضيفك الكريم هو دحظ ما قلته من كلام وعاد مرة أن يأكد من كلامه عندما قال بأننا تحدثنا في سوتي حول هذا الموضوع هذه النقطة والنقطة الثانية أيضا عندما تحدث عن بأن هناك وطنيين موجودين في هيئة تحرير الشام وفصل بين العناصر السورية ورغم أنه لا أفرق في جبهة النصرة بين وطني وغير وطني بالنسبة لمسألة أنا في عندي مشكلة بالصوت نحن سمعينك دكتور سمعني الآن بل في مشكلة يكرر السؤال سنحاول إصلاح هذا الخلل يبدو هناك مشكلة في سمعنا من الدكتور محمد سنحاول إصلاح هذا الخلل أعود في هذه الأثناء إلى أستاذ أيمن يعني مسألة التجانس ضروري أستاذ أيمن في بين هذه الفصائل حتى يكون هناك رؤية موحدة إذا تتحدث عن واجهة سياسية هذا يعني بالضرورة أن يكون لها رؤية موحدة أن يكون لها برنامج ولو حتى بالخطوط العريضة موحدة هل هذا ينطبق على هذه الفصائل التي نتحدث عنها اليوم يا سيدي دعني أكون صريحا أكثر يعني أنت تعرف بالبيانة الذي صدر على الجهة الوطنية ذكروا موضوع المؤتمر الوطني والمؤتمر الوطني لا يشمل يعني الأغراب حقيقة أو الذين أتوا من خارج ديهم مشروع من أراد أن ينضم إلى هذا الجسم الوطني فأهلا وسهلا به لكن من أراد أن يقيم مشروعه هذا الأمر لن نستطيع أن يتحمله السوريين ولن نستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك وأيضا عندما قلت قبل قليل أن الأمر تم الحديث عنه لا أقول أنه تم التباعث فيه هناك فرق بين أن تتباحث في الأمر وأن تتحدث عنه عندما سئلنا عن هذا الموضوع قلنا أنها العملية داخلية ما يتعلق في الهيئة وفي كل المجموعات المتطرفة هي عملية داخلية نستطيع حلها هذا ما تم الحديث عنه لم نكن نتناقش ولم نكن نتفاوض على هذا الموضوع أيضا أنا أميز فعلا بالهيئة تهريد الشام بين عناصر وطنية ذهبت إلى الهيئة لأسباب أو لأخرى سواء المالية أو ربما وجدت أنها المنطقة التي سيطرت عليها الهيئة يعني أقرب لها هناك ظروف موضوعية ومنطقية ومناطقية دفعت البعض أن يتجع إلى هذا التوجه لكن يجب أن نميز أخي مهند ومن خلال قناة سكاي نيوز ومتابعيها وأن نشرح لهم بأن الهيئة هي عبارة عن قطعة ليست واحدة إنما مجموعة قطع مركبة على بعضها البعض هناك من هو يحمل فكرا لا نقبله وهناك من هو سوري يقبل بأن يكون الصوت الوطني هو الأعلى لذلك يجب أن في حدا يحمل الصوت الوطني ويقبل بالفكرة الوطنية وينضم لمجموعة مثل جبهة النصر يعني اشرح لي هذا المنطق نعم نعم سأشرح هذا المنطق حقيقة هناك ردة فعل الناس ليسوا أنبياء أخي مهند هناك يعني أحيانا يتأثر الإنسان بالفعل ورد الفعل عندما يرى الإجرام ويرى كل هذه الميليشيات الإيرانية تقابله بتطرف مذهبي وبشعارات مذهبية عندها تصبح العملية استفاف لذلك متى يعود العقل يعود العقل عندما ينشأ مشروع جديد يستطيع أن يواجه هذا المشروع الطائفي الإيراني لذلك قلت الآن أن هذه الجبهة هي التي سوف تحارب إيران في سوريا وسوف تطرد إيران إيران لن تخرج لا بنفوذ روسي ولا بنفوذ أمريكي ولا بغيره والدليل العراق لدينا لذلك هؤلاء يجب أن نكسبهم جميعا وأن نشرح لهم ما يمكن أن نحققه وما نريد أن نحققه من قبل منهم أهلا وسهلا أما من لم يقبل حقيقة عندها لكل حادث حديث لكن بعضهم انضم كفكر إلى هذه المجموعة وبعضهم انضم لسبب كما قلت قبل قليل لظروف موضوعية ومنطقية وربما قد لا تكون منطقية لكن الناس ليس كلهم سواسية كلهم لديه طريقة تفكير معينة لذلك الآن هناك فرصة نحن نتكلم عن الهيئة انظر للفارق أخي مهند نتكلم عن الهيئة التي تضم 12 ألف مقاتل وهؤلاء أنا متأكد لا يمكن أن تخرج منهم إلا ألف أو ألفين رافضون للفكر الوطني أما البقية نستطيع التواصل معهم لتفاهم ولنتكلم عن 80 ألف بالمقابل في الهيئة الجمهة الوطنية للتحرير 80 ألف إضافة إلى 15 ألف بدرع الفرات نتكلم الآن عن 95 ألف هؤلاء هم الأجدر والأقوى والأكثر تنفيع الأرض يستطيعون أن يؤثروا في الميدان ويؤثروا فكريا في هذه المجموعات عندها إذا استطعنا أن نجب المنطقة نجب القتال عن هذه المنطقة ونبعد شبح الاختتال الداخلي نكون قد حققنا بشيء كبير عندها نستطيع أن نلجأ إلى تفاوض حقيقي من باب القوة من باب أن مؤسسة عسكرية تستسند المفاوض السوري الذي يفاوض الروس حاليا أما أن نقول أننا نستطيع أن نفاوض ونأخذ من النظام ما نريده دون قوة عسكرية هذا حقيقة يعني يعتبر هذر ويعتبر شطط حقيقة أعتقد الدكتور محمد أصبح معنا إذا كنت تسمعني دكتور كنت سألتك قبل قليل عن هذه المظلة الجديدة هل يمكن أن تشكل بالفعل واجهة سياسية يكون لها دور كبير في أي مفاوضات مستقبلية أعتقد أن المهمة أصعب من هكذا لأسباب حتى لو تشكل هذا الجسم الوطني وأنا كما قلت لك مرارا بأن سوريا لا تحتمل أكثر من دولة مدنية ديمقراطية يعني نحن السوريين لم يقوموا بثورة حتى تصدر لهم أفكار الخلافة أو الإمارة بصراحة هذا شيء بهم جدا ثاني شيء هناك صعوبات أمام هذا الجسم يعني خلينا نكون صريحين هناك خلافات كبيرة بين الفصائل الموجودة في أدلب ما موقف هيئة تحرير الشام من جيش العزة ما موقف هيئة تحرير الشام من الحزب التركستاني هذه أحزاب لا زالت تمتثل بأوامر القاعدة وحتى هذه اللحظة لم يتم الاندماج أو التجانس بينها حتى وبين جبهة تحرير الشام في مراحل قبول هيئة تحرير الشام ما نقول لك بأن هيئة تحرير الشام قبلت الاندراج في هذا الجسم وأنا أيضا لا أختلف مع ضيفك عندما يقول هناك سوريون نعم هناك كمية كبيرة من السوريين لظروف صح نعترف فيها هؤلاء تستطيع يعني بعض الجهات التي تقفر أو ما تفقكها لوجستيا أما مسألة قدرة هذا الجسم على أن يحدث شيئا في مواجهة ما تسير إليه أنا قلت لك قلت أستاذ مهند في البداية بأن مناطق خفض التصعيد التي الآن ترعاها روسيا وترعاها تركيا هي بداية قرار وقف الحرب في سوريا وليس لكي يتشكل هذا الحزب لكي يقوم بحرب ضد النظام حتى انتصارات النظام حتى أحكي على جهتين حتى انتصارات النظام هي ليست انتصارات النظام ولكن هي مجرد تفاهمات دولية إذن وقف إطلاق النار إذا كان هذا الجسم بالفعل بمرجعية وطنية في إطار الدولة المدنية التعددية الديمقراطية السورية وإذا كان يعبر عن نفض السوريين وأن يعكس مجلسا محليا مجلسا محليا أو مجلسا عسكريا يمتثل للمجلس المدني المحلي لأن عقدة المعارضة السورية بأن المعارضة كان الاتلاف والمعارضة السورية ليس لديهم قرار على الفصائل العسكرية وهذه أكبر إشكالية وقعت بها المحارضة كيف نستطيع أن نجعل من هذا الجسم جسما عسكريا يمتثل بأوامر المجلس المدني أو بالقرار السياسي في إطار معين في إطار ما تضمنه القرار 22-54 في إطار شكل الدولة المستقبلية التي تفضي عنها المفاوضات هذه نقطة مهمة خلينا نسمع من الأستاذ أيمن إذا كان عنده رد عليها ما رأيك أستاذ أيمن هل هذا الجسم الجديد العسكري مستعد أن يمتثل إلى قرارات وتوجهات الشق المدني الموجود حاليا في المعارضة السورية بأطياف المختلفة نعم حقيقة حتى هذه المجموعات العسكرية التي انتظمت في الجبهة الوطينية التحرير لماذا ذهبت إلى أستانا ذهبت لأنها تعرف أن أستانا ربما تفرض وقف إطلاق النار وتعطي فرصة للمفاوض السياسي بأن يقدم أو يستطيع أن يحقق شيء لذلك حقيقة هي تعي تماما دورها بأن تحفظ هذه المناطق من إجرام النظام وأن تترك الفرصة للحل السياسي وأن تبحث عن شركاء نحن ذهبنا وجلسنا مع الروس وكان لدينا استعداد أن نجلس مع أكثر من جهة دولية عدل إيراني طبعا رغم أنهم موجودين في تلك المنطقة وطربوا ذلك ولكن هناك خط أحمر بالنسبة للمعارضة السورية بما يتعلق بإيران لذلك حقيقة هذا الجهد الذي بدلته الفصائل في مسار أستانا هو حتى تعطي فرصة أكثر وكثير من الأمور تحققت في مسار أستانا أن عكست على مسار جينيف الذي يمثله السياسيون لكن بالنهاية إذا لم يكن هناك مؤسسة عسكرية تحمي هذه المكتسبات أو ما يمكن أن يكون مكتسبات في المستقبل وأن ينبثق عنها جسم سياسي أو حتى تقوية الجسم السياسي الموجود مع تطعيمه ببعض الجهات التي ربما تساعده أكثر هذا طبعا يعني هو غاية من الغايات التي ننشدها لذلك الآن أكثر ما يخيف النظام هو ليس موضوع إدلب والمقاومة التي فيها إنما يخيفه المؤسسة التي سوف تتشكل السياسية إذا دعمت والعسكرية إذا تكونت بشكل كامل هذا إحدى هواجسه لذلك الآن لاحظ أخي مهند مشكلة السويداء ما هي مشكلة أنه يريد كوادر من السويداء يبعثها حتى تكون وقود إلى حربه في إدلب يريد أيضا كوادر من درعة حتى تكون وقود في إدلب هو لا يملك هذه المؤسسة إلا هو يملك عنوانها فقط ولكن لا يمكن يملك مؤسسة فيها كوادر الكوادر الآن لدينا والعنوان لدى النظام عندما نستطيع أن نقنع العالم بأننا نحن البديل الحقيقي في المؤسسة العسكرية عندها نستطيع أن نكون قد اشتزنا أكثر من 70% من الطريق وأعتقد أن الآن الظروف مهيئة هناك قناعة روسية ربما تكون وقناعة دولية لكن أتمنى من الأخوة الدول العربية أن يقوموا بمساعدة هذا الجسم حتى ننهي ما يمكن أن يحدث في المستقبل من مجازر ونوقفها لأن النظام حقيقة لن يقبل لأنه يقوم على مشروع إيراني دكتور محمد هل الأوان فات لتشكيل مثل هذه الأجسام الآن؟ البعض يقول أن المسألة تقريبا شبه حسما ما زال هناك بعض التفاصيل فيما يتعلق بالترتيبات في الفترة القادمة والآن ربما يكون الوقت قد تأخر بعض الشيء لإيجاد جسم من هذا النوع يكون له كلمة فصل فيما يتعلق بما يجري في سوريا سواء ميدانيا أو حتى على الصعيد السياسي؟ ما رأيك في هذه النقطة؟ أستاذ مهند دعنا نكون واضحين سكة الحل في سوريا أصبحت واضحة ما يجري الآن وما جرى هو في إطار واضح للجميع والسوريون أصبحوا يعرفونه أيضا نحن في إطار عملية سياسية في إطار تنفيذ ما قبلت به الفصائل يعني لا أتحدث أنا هم يعرفوا ذلك ما قبلت فيه الفصائل من تباقيات خفض التصعيد وأما مسألة تحقيق مكسب أنا لا أجد رابحا الآن سواء لا من الفصائل العسكرية في المعارضة ولا في النظام قلت لك حتى انتصارات النظام هي في إطار التفاهمات الدولية أو ما يسميها انتصارات سوريا تسير الآن إلى وقف الحرب إلى بدء عمليات وقف اطلاق النهاء الكامل لوقف اطلاق النار اطلاق العملية السياسية بدء عمل اللجنة الدستورية ولكن الخطورة التي أراها في بعض المناطق إذا استطاع إذا هذا يعني على سبيل المثال إذا استحوذ هذا الحزب على سبيل المثال وهذه الجبهة بمنطقة وتكون تابعة لمن يقف وراءها يعني ربما نكون نحن أمام حالة غرائبية في سوريا أو غير موجودة يعني بأن تكون أدلب مثلا ولاية أو تكون منطقة تابعة لتركيا فقط هذه مسألة لا أتصور يعني نحن إذا أردنا أن نتحدث عن شكل العملية السياسية اختراق حقيقي بالعملية السياسية هو أن الجميع على الجميع أن يدرك بأننا سائرون إلى مناطق إذا مناطق توقف فيها أطلاق النار مجالس محلية تنضوي تحتها هذه المؤسسة العسكرية وليس العكس كما حدث في سيرورة الصراع السوري الذي دفع ثمنه السوريون يعني أثمانة كثيرة باختصار لا أرى في أدلب حتى هذه اللحظة عملية عسكرية كبيرة لأنه كما قلت لأنه هيئة تحرير الشام ستكون أمام مسؤولية يعني مهمة جدا وهي قتال الحزبة التركستاني وقتال جيش والعزة وإلا يعني من الصعب يعني أن نخرج بجسم سياسي واضح كالذي تحدث فيه ضيفك الكريم شكرا جزيلا لك دكتور محمد شاكر أستاذ القانون الدولي وعضو طيار الغد السوري كان معنا من القاهرة شكرا لضيفي من أسطنبول الأستاذ أيمان العاسمي القيادي في الجيش السوري الحار شكرا لكم